دولياً أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو دعم الولايات المتحدة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مجدداً التأكيد على الجهود المستمرة لبلاده في محاربة داعش وقال بومبيو في تصريح صحفي إن واشنطن ترغب بأن ترى عراقاً حراً كما يريده المتظاهرون مؤكداً دعم بلاده لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وفريقه الوزاري للوصول إلى عراق حر ومزدهر لافتاً إلى أن وجود القوات الأمريكية في العراق يهدف إلى دعم الحكومة الحالية وأضاف بومبيو أن خطوات الولايات المتحدة تجاه ما وصفه بالفصائل الموالية لإيران في العراق سيتم الإعلان عنها في وقتها المناسب على حد تعبيره